بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مع بعض الوحدة الخامسة من قرار حساب التفاضل والتكامل والنقطة اللي معانا هي النقاط الحرجة والقيم القصوى في البداية بنتكلم عن تعريف النقاط الحرجة الكريتيكال بوينتس هي النقاط اللي اتناعلم عندها المشتقة الاولى يعني اجيب الدلة اشتقها اسواها بصفر احل المعادلة دي فيطلع لي قيم اكس اللي بتخلي المشتقة السواسفر بسميها النقاط الحرجة او هي النقاط التي تكون عندها المشتقة الاولى غير معرفة تكون عندها المشتقة الاولى غير معرفة زي اصفر المقام بتنعت الدلة الكسرية لو اشتقتها وكان فيه مقام يبقى اصفر المقام بتخلي الدلة غير معرفة سميها ايضا النقاط الحرجة نظرية بتقول اذا كانت المشتقة الاولى اكبر من السفر على الفترة المفتوحة ايو بي فإن fx تكون دلة متزايدة فعلا على الفترة ايوي ولو خدت بالكم هتلاقيوا النظرية دي عكس النظرية اللي خناها في الأول خالص لما قلنا لو كانت الدلة بتاعتي قابل اشتقاق ومتزايدة فعلا فإن المشتقة تكون أكبر من الصفر نزغية تانية إذا كانت المشتقة بتاعتك أقل من الصفر على فترة مفتوحة ايوي فإن الدلة بتكون متنقصة فعلا طيب هناخد التطبيقات على المشتقة الأولى أو بنسميها اختبار المشتقة الأولى أول خطوة إن أنا أحسب المشتقة الأولى تساوي كاب أجيب الدلة أشتقها بالطرق اللي خدناها قبل كده يبقى جيبت المشتقة الأولى خطوة تانية أجيب النقاط الحرجة أجيب النقاط الحرجة إزاي يا إما أساوي المشتقة الأولى بتساوي صفر وحل المعادل دي أو نقاط عدم تعريف المشتقة الخطوة التالتة النقاط اللي أنا جبتها النقاط الحرجة دي أمثلها على خط الأعداد كانت نقطة نقطتين ثلاثة أمثلها فالنقاط دي لما أمثلها على خط الأعداد هتقوم مقسمة الخط بتاعه إلى مناطق نعمل يبقى نجيب إشارة المشتقة على المناطق نتيجة يعني أنا لما جبت النقاط الحرجة لو افترطت أنه هم نقطتين يبقى أسمت للخط بتاعه ثالثinda هاتفترة هدي فترة ودي فترة. طيب لو كانت نقطة واحدة يبقى فرتي اعمل ايه بقى ادرس الشرط المشتقة عند كل منطقة يعني ايدرس اشت подобعين شرط المنطقة المشتقة عند كل منطق. يعني معها. ادي ثلاثة يبقى يبقى نقطة نقاط اربعة وخمسة وستة وسبعة واحتمانة اختار اي نقطة واعوض في المشتقة. لو كان المشتقة اكبر من الصفر يبقى دي كليا ستكون مجابة. لو المشتقة أقل من صفر بالمنطقة كلها هتكون سالبة بنقولي بقى المناطق ذات الإشارة الموجبة تكون مناطق تزايد يعني مناطق تزايد يعني الدلة فيها بيترسم لفوق المناطق ذات الإشارات السالبة تكون لأسفل أي تناقصية دي نقطة النقطة التانية لو الإشارة بتاعتك اتغيرت من موجب لسالب فعند هذه النقطة اللي بحصل عندها تغيير من موجب لسالب يعني موجب لسالب يعني من تزايد لتناقص يبقى دي نقطة ايه عظمة طيب لو اتغيرت من سالب إلى موجب يعني من تناقص لتزايد يبقى عند هذه النقطة يبقى يقيمة ايه صغرى